اليوم راح نركز على خمس مجموعات غزائية هدول مفيدين جداً للناس اللي بيعانوا من فقر دم نعرف فقر الدم منتشر ميح خاصة عند السيدات اللي عندهم خاصة إنها بتكون الدورة الشهرية كتير قوية أو غزيرة جداً فهدولها معرضين إنه يكون عندهم فقر دم ولازم يعودوا الحديد اللي بينقصهم عشان أصلاً لأنه الواحد إذا صار عنده فقر دم متواصل بتكون حياته مش طبيعية صحيح دائماً بيحسوا بتعب، بإرهاق، بعدم تركيز بسرعة بيصير فيه عندنا سرعة في ضربات القلب يعني بيقول الواحد مو مرتاحة وكمان مهم للشعر، للأضافر، لعدة وظائف في الجسم للمجهود البدني عشان نقدر نكمل لأنه أي حدا عنده فقر دم ما راح يقدر يكمل تمرينه بالطريقة الفعالة يعني مقدر نحكي الحديد من المعادل الأساسية جداً واللي لازم نركز على تناولها بنظامنا القذائي مية بالمية إذن حالياً عم نشوف مجموعة من الأطعمة اللي ممكن نركز عليها في أشياء حيوانية وفي أشياء نباتية، بلياً نتحدث عنها يلا، خلينا نبدأ، هلأ راح أبدا فيهم من الأعلى نقدر نحكي بالحديد عنا دائماً للي بعاني من فقر دم ويسألوني بصير يقولولي طب خلطت الشمندر طب السبانخ مع الليمون وهي وقالهم هذو كلهم ممنح ولكن أول إشي بنركز عليه المصادر الحيوانية إحنا تقريباً سيدات احتياجاتهم فوق عمر الـ 19-18 ميلي جرام يعني بتبدأ من 15-18 ميلي جرام من الحديد يومياً رجال تقريباً 80 فالحديد فيه عندنا نوعين للمصادر تعته الحديد فيه من مصادر حيوانية هذا بسموه الهيم آيرون وهذا امتصاصه عالي جداً يعني أنا ممكن اطعة لحمة تعطيني تقريباً 3 ميلي جرام من الحديد ألاقيها بكمية منيحة بالسبانخ كرقم ولكن مش اللي بالسبانخ كله يمتص تمام؟ أوكي تمام فهذا اللي أي حدا عنده فقر دم علي بالمصادر الحيوانية أول إشي لأنه هي أعلى المصادر اللي فيها حديد مثلاً اللحمة فيها شوي أكتر من الجاج تقريباً 100 جرام من اللحمة قد هاي القطعة من الستيك تقريباً فيها 3-3.5 ميلي جرام من الحديد برجع بذكر تقريباً سيدات بدهم 15-18 ميلي جرام من الحديد والقطعة الجاج تقريباً فيها 2.5 شوي هقل نتفى اللي أعلى كتير كتير عندنا الكبدة الجاج وكبدة اللحمة أوكي خلق كبدة الجاج باستغربوا الناس خلق كبدة الجاج فيها حديد أكتر من كبدة اللحمة آه نجد آه بس كبدة اللحمة فيها أكتر بيتولف أوكي أوكي فلي عنده فقر دم تقريباً 100 جرام من كبدة الجاج فيها 7 ميلي جرام حديد يعني كمية منيحة وتقريباً تعطيكي نص حتياته أديك كمية لازم الشخصية كل بليوم إذا نحكي عنده فقر دم وبدي أكل كبدة جاج آه هلا الكبدة ما بضح يومياً لأنه تمان غير إنها غنية بالحديد والبيتولز ولكن فيها كوليسترول ودهون عالية جداً فالناس اللي عندهم فقر دم خاصة بأول ما يكتشفوا فقر دم ممكن يدخلوها بشكل أسبوعي مرة بالأسبوع أوكي كل أسبوع مرة بأقل أي شي تاخدوا 100 جرام من 100 إلى 120 جرام تقريباً بيطلع بحجم هاي عشان تعطيكي حديد منيح أوكي كبدة اللحمة فيها 5 ميلي جرام فكبدة الجاج 7 ميلي جرام حديد تقريباً كبدة اللحمة 5-5 ونص ميلي جرام فهدول أول إشي من الركز بما يتعلق بالحيوانيات كمان السمك أعلى من الزبانيخ السمك كمان بيجي من هاي المجموعة هو كمان في بعض أنواع السمك شوي فيها حتى حديد تقريباً زي الجاج مثلاً هاي الكمية من التونة فيها تقريباً 2 ميلي جرام من الحديد السردين يعتبر عالي كمان فيه المحار من الأكل البحري فيه حديد وفيه عندنا كمان الكنبري برضو فيه نسبة من الحديد كلها تتراوح ما بين 2-2.5 ميلي جرام من الحديد لكل 100 جرام يعني أتكفت الإيد من السمك أو الجاج والهاي الأشياء هلا هدول كلهم زي ما ركزت قبل للناس اللي عندهم فقر دم أول إشي بديوا يركزوا عليه لأنه هدول امتصاصهم كتير عالي بالحديد وبيعطينا كمية منيحة من الحديد ننتقل على المصادر النباتية النباتية من المصادر النباتية في عنا من الخضارة عنا السبعنخ عالي جداً تقريباً الميت جرام أقل شوي بيعطينا تقريباً 2-2.5 ميلي جرام من الحديد فهو يعتبر عالي أي إشي خضار ورقية غامقة جداً فيه والبروكلي كمان يغني بالحديد فيه الحديد المشكلة للحديد في المصادر النباتية شغلتين إنه الحديد بالمصادر النباتية امتصاصه شويها قل فإذا بدنا نزيد من امتصاصه بيزيد الامتصاص بالطبخ وبالنقع وبالإضافة فيتامين سين بالنقع بزي إيش؟ هل رح أشرح عنها بالبقوليات أوكي مثلاً إذا أنا عندي حمص حمص حب الحمص الحب لما ينتقع وينسلق وهيكا بيعطينا حديد أكتر فيه ناس اللي مثلاً زي براعم الفول والفصولية اللي بتمبت هاي لما تبدأ تتنبت تطلع فيها بيصير فيها نسبة حديد أعلى فهاي بتزيد فيها نسبة الحديد يعني إذا إحنا بناخد مصادر نباتية لأ الحديد ممكن إما بالنقع أو بيكون مطبوخ معنى إحنا بالطبخ أو مع فيتامين بيزيد امتصاص الحديد يعني سبانخ مطبوخ بيزيد امتصاص أكتر حديد من المصابر بسوء بشكل عامنهي إحنا بنعرف إنه في معادن بدها فيتامينز فالحديد هو مع فيتامينزي عشان يزيد امتصاصه يزيد امتصاص المصادر النباتية إشي تاني اللوز مثلاً فيه حديد بس اللوز لما ينتقع بالماء ونصير ناكله بزيد الامتصاصية أكتر للحديد من إنه ناخدونية كامل فهي المعلومة للنباتيين ويركزوا على المصادر الحديد في عنا كمان زي ما حكينا البقوليات زي الفصولية الحمرة الفصولية البيضة كمان عنا أنا كتير بشجع للأولاد الصغار اللي عندهم فقر دم الأمهات يصيروا يكتروا من شربة العدس شربة عدس مع ليمون برضو هاي بتزيد الامتصاص كتير منيح فهدول تقريباً الكوب من الفصولية بوصل تقريباً واحد ونص لتنين جرام على حسب ميلي جرام سوري من الحديد على حسب نوع الفصولية أو البقوليات المستخدمينها كمان فهدول كمان من المصادر المهمة ممكن ندخلهم على السلطات ممكن الحمص حب ناكله بس الفصولية الحمرة والبيضة والعدس هدول برضو من المصادر النباتية الغنية بالحديد وكلهم بنضاف عليهم ليمون آه فبسهولة بصير الامتصاص بصير بصير أسرع الفصولية تعتبر من أكثر البقوليات فيها حديد فصولية منيحة كتير فيها حديد العدس يمكن واحد ميلي جرام يعني بس تقريباً بهذا المعدل الطبخة لما تنطبخ زي لما نعمل كترو مثلاً لستات بيوت زولاتكم عندهم فقر دم الطبخات زي فصولية بيضة مع لحمة ورز دمج المصادر النباتية مع الحيوانية الغنية بالحديد بزيد الانتصاص أكتر فهي من الأشياء الثانية اللازم نعملها نشوف هنا كمان في فواكه مجففة في زبيب وفي المشمش أعلى إشي عنا المشمش مجفف والتين المجفف أوكي أوكي الميت جرام من المشمش تقريباً بيوصل لتنين ميلي جرام من الحديد وفي عنا كمان التين المجفف من الفواكه البردو غنية بالحديد هاي نصير ندخلها إذا على السلطات أو كسناك إذا إحنا أنا شخص باليوم قدي لازم ياخد كم حبة إذا ده نحكم بطلع له أهلا إذا عنده فقر دم ممكن ياخد بمعدل أربع على ست حبات أوكي أوكي عشان شوي نزيد طبعاً إحنا ما نركز على عنصر معين يعني كثير مرات بيجيني أسئلة إنه هذا برفع بقولهم إنه هذا لحاله ما رح يرفع أنت بدك تزبط الحمية ونخفف من شرب الشاي والقهوة خاصة الشاي بمنع امتصاص الحديد بيقلل من الامتصاص عنا لزبيب كمان برضو غني بالحديد منقدر إحنا نضيفه على السلطات نضيفه على الشوفان على حبوب الإفطار ناخده لحاله كسناك نقرشة برضو هذا غني بالحديد فيه كمان الشوكولاتة الداكنة على فكرة سناك مثلاً شوكولاتة داكنة مع شوية فواكم جغفة مع مكسرات هيك بنحصل على نسبة من الحديد الجيدة جداً نعم أنا كمان جبت الأرض الشوكي الأرض الشوكي برضو من الخضار إذا بتحبوا تعملوا أرض الشوكي سلطة أو أرض الشوكي مع لحمة مفلومة هدول زي ما حكينا إحنا طريقة إنه إحنا ندمج المصادر النباتية الغنية للحديد مع حديد من مصادر حيوانية من أنجح الأشياء خاصة هاي الطبخات بنعصر اللي هي ليمون يعني فيه ناس بعملوها بصير حديد مع فيتامين سي امتصاصه بصير سريع بس ما بيتقل الحديد مع الطبخ لا 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 بالعجب يعني زي ما قلنا لما ينطبخ زي ينتقى عادي أموره بضبط مش زي البي مش زي البي فيتامينز أو الووتر سوليوبل فيتامينز البيتامينات بتدوب بالماء هاي كتير من نخسرها إحنا بالماء مش زي الحديد الحديد زي ما حكينا المكسرات المنقوعة زي اللوز الطبخ تعل بقوليات طبخ الخضار الورقية بزيد من امتصاص الحديد نعم طيب ربا شو في أشياء تانية ممكننا نبتعد عنها أنا ذكرت الخفف شاي وقهوة عشان امتصاص الحديد يصير عنا أحسن وأفضل شو في أشياء لازم كمان نبتعد عنها أهم إشي زي ما حكينا المشروبات اللي قلتي عنها ما يكون مباشرة بعد الوجبة للناس اللي عندهم فقر دم بدهم يقللوا من الكمية ويقللوا من الاقتراب المشروبات هاي مع الوجبة تاعتها مايركزوا فقط هلا إذا شخص نباتي هاي قصة تانية بس إذا شخص نباتي وبيقدر يأكل مثلا بيض بقدر يأكل أجبان هذول كمان فيهم نسبة من الحديد النباتين كمان دي أركز إنه في كتير حبوب مدعمة بالحديد والصوية فيها حديد أوكي تمام يعني منتجات الصوية بتنعمل بتنطبخ في جبنة الصوية برضو فيها نسبة من الحديد في كتير من أنواع حبوب الأفطار اللي بتيجي أصلا مدعمة بالحديد فهاي من المصادر اللي ممكن نركز عليها للأشخاص اللي عندهم فقر دم ودائما لما نفحص نراجع الطبيب لأنه مرات بكون إحنا منركز على الأغذية بس لأنه عندنا يمكن سوء امتصاص أو مشكلة معينة بتأدي للفقر الشديد جدا مرات ممكن نضطر لاستخدام طبيب مكملات أو إبر الإبارة عادة بالمستشفى يعني بإشراف طبي بتنعطة فهي من الأشياء اللي لازم ننتبه لإلها نعم وأكيد يعني الحديد هو أحد المعادن في إحنا لازم نضلنا عم نشيك عليه زيادته أكيد مش منيحة الجسم ونقصانه يعني أو إنه يكون بمستويات متدنية أكيد مش مش جيد للجسم فدائما نحافظ على مستويات جيدة لازم يكون في جسمنا نحاول لنا أخده من مصادر بالضبط من عدة مصادر إذا احتاجنا بعد إجراء طبعا بيكون اختبارات طبعا بنعم الفحص الحديد بيقرر الطبيب نعم إذن شكرا لوجودك معنا أخصائي التغذية ربا مشاربا أهلا وسهلا فيك